وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 422 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 156 طن مواد غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط ما يقرب من 136 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الأعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 20 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 604 قضايا من بينها 69 قضية خبز ناقص الوزن و91 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 13 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 111 طن أقمح محلية اشتركوا في القناة